مجلة جيوغرافيكال البريطانية الضوء على الجهود الكبيرة الجارية في قليم كردستان من أجل ترميم وصيانة قلعة أربيل الآثرية وعلى الثقافة الكردية الممتدة عبر التاريخ الطويل لهذه المنطقة وشعبها ومكوناتها المتعددة ويصف التقرير البريطاني المكان بأنه كقلعة سحرية ممتدة على الأفق في أربيل وتبدو كشمس بدنية يدور حولها الزحف العمراني مذكرا بأن النواة التاريخية المحيطة بالقلعة نمت بشكل كبير منذ العام 2003 حيث تظهر الآن أحياء جديدة محيطة بالمركز المتمثل بالقلعة التي يبلغ عمرها 6000 سنة يصف التقرير أربيل بأنها واحدة من أقدم المدن المسكونة باستمرار في العراق وإنه تمت الإشارة إليها للمرة الأولى في السجلات المسمارية للملك السومري الشولكي في العام 2000 قبل الميلاد حيث سميت أربعة آلهة من قبل البابليين ولاشورين وشار إلى أنه من خلال الصعود إلى التل المنحدر بشدة والذي يؤدي إلى المدخل الرئيس ويطل على مدينة أربيل القديمة فإنه حرفيا بمثابة صعوده في رحلة عبر التاريخ ويوضح التقرير أيضا إلى أنه بعد أن أدى غزو داعش في العام 2014 والأزمة المالية التي تلت إلى إلغاء التمويل من جانب حكومة إقليم كردستان فإن ذلك كان بمثابة سباق مع الزمن من أجل المحافظة على كافة الأعمال الشاقة التي تم تنفيذها بالفعل والاستمرار في ترميم القلعة وأشار التقرير أيضا إلى أنه في العام 2019 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع اليونسكو والمجلس الأعلى للتعليم هدفه يعاد التأهيل المباني التاريخية في القلعة وحولها ودعم النشاطات الثقافية والتدريب في إدارة التراث والسياحة وخلق فرص عمل للمجتمع المحلي والنازحين العراقيين وتابع قائلا أن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني قام في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2019 بزيارة القلعة متعاهدا بأن يتبرع سنويا بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر